اشتركوا في القناة خاصة بدايته مع 22 ومبارح كان عيد مرشاربل وكل الناس احتفلت وكل الناس كمان طلبت لانه مرشاربل هو اليوم مش بس شفيع المسيحيين شفيع لبنان والعالم وبتمنى انه تقن كل سلواتنا تستجاب خصوصا بهالبلدي اللي عم بيمر بزوف وتحديات كتير صعبة اليوم بصرني كتير استقبل استاذ هاني بحصلي رئيس نقابة الصناعات نقابة الاستيراد المواد الغذائية بلبنان يلي كلنا بنعرف انه اليوم يمكن في اشياء مبررة للارتفاع الاسعار وفي اشياء مش مبررة انا حبيت اليوم عم سيو بحصلي انه نبين الامور بشكل علمي انطلاقا طبعا من التقارير انطلاقا كمان من الاحصاء المركزية اللي فعليا كل فترة بيعمل مثل تقرير وبيمره للكل فيه تقرير سنوي فيه تقرير بيبقى كمان بيعطي جمالا كل المستلزمات من الغذاء للمسكن لا الى هناك حتى تشوف الشواك كيف عم تتطور الامور اضافة اكيد اللي عم يحصل حوالينا بانكان من على البحر الاحمر وغيره اهلا وسهلا فيك اهلا فيك طبعا انا مثل ما قلت بالمقدمة من السباح صلي انه في شي مبرر في شي مش مبرر وبعرف انه انتو كمان يعني غير انه بتعتمدوا على المبيع وعلى الاستيراد وغيره والاسواق بتعتمدوا كمان على شي علمي هو كمان الاحصاء المركزي اللي بيعطينا فكرة على القليل كيف عم تتطور الاسعار بشكل علمي بالوقت يلي عم نلاحظ هلا انه فيه ارتفاع فيه شي ممكن مبرر فيه شي مش مبرر ياريت هيك بتعطينا فكرة عامة شو المبرر شو مش مبرر وهل هذا شي طبيعي دايما بموسم صيف وصيح وناس أول شي شكرا لستيضافتك مدام ريبكة أهلا وسهلا ما في شك انه كل الناس عم تحس بارتفاع بالاسعار وكمان كتير هلا نحنا بدنا نقارن بين الغلاء وبين ارتفاع السعار فيه ارتفاع كتير غالي ونفس الوقت المواطن ما بقى يحمل ولو حتى ببعض من معظم القطاعات وخاصة بالقطاع الخاص الرواتب تعدلت صعودا لكن مش بالقدر الكافي وضغطت فرق الكلف هلا دايما أول شي بيكون الناس بفكروا فيه هو المويد الغذائية اللي عم ترتفاع لكن مثل ما حضرتك قلت بأول بالمقدمة نحنا ارتكزنا غير على خبرتنا بالسوق ارتكزنا كمان على ويبساير طبعا الإحصاء المركزي اللي بيعطي شهريا تطور الأسعار الكونسومر بايس انديكس طبعا من شهر لشهر مش كتير نحنا هنتطلع فيه هنتطلع أكتر بالارتفاع السنوي ارتفاع السنوي ما في شكلنا عمشوف أسعار عم تغلق وهيدي إذا بديك نحكي أول شي بالإطار العام عم نحكي أسعار عالمية عم نحكي المصائب اللي اجت بالعالم ابتداءا من من عندك طبعا نحنا صارعنا الأزمة المالية بال2019 انفجار المرفأة كلها بتأثر علينا اجت من وراها الحرب الأوكرانية وقاديش حكينا عن تأثير هالشي وقاديش بيّنت قدام نستورد من أوكرانيا وما كنا عارفين قدام حجم الاستيراد وقاديش اتأثرنا رجع طبعا اجت جائحة كورونا بنفس الوقت وقاديش اثرت ان كان على الاقتصاد العام او على الشحن بوقت اللي حنرجع نحكي عن الشحن من بعد ما هذا يمكن حصرت جائحة كورونا لكن نتاجها بعد ما خلصت وبعدين طبعا اجت حرب غزة طائجة البحر الأحمر وبالتالي فيه كتير عوامل كلها عم بتكون سلبية من ناحية تطور الأسعار دائما عم بيكون في تطورها والأهم من هذا كله انه للأسف الشديد الانهيار المالي وصل ان يكون لبنان على اللوحة العالمية الرمادية صحيح لو نقول رمادية يعني ان شاء الله يكون توفق الحاكم بالتكليف بنيورط طيق لهم بواشنطن انه اليوم ما فينا نحنا كمان يعتمد السيب ما في شك انه نحنا كمان منعرف انه الحاكم عم كتير عم يشتغل جاهدا بهذا الموضوع قدر بمرحلة معينة قدر يسبت هالأمور وما ننسى كمان نحنا من ناحية الكتاع الخاص نحنا لما قدرنا ان انع المسؤولين بالتسعير بالدولار على الرفوف يمكن بعض الناس اعترضت لكن نعرف انه نتيجتها نتيجة كانت احسن بكتير من سلبياتها وبالتالي اثرت كتير قدرت على قليلة تكشف التجاوزات قبل ما كان فيها تكشف التجاوزات قدرت تتسبت قدرت تخلت المواطن او المراقب يرائب الاسعار لانه صارت في الامور مضبوطة وكمان ان احنا منعرف ان التسعير بالدولار ساهم كمان بسحب السيولة من اللبناني وساهمت وساعدت المصر في المركز الى تثبيت الوضع وبالتالي احنا ما حنحكي كتير في هذا الشيء بالماضي بس لنرجع لموضوعنا الاساسي فيه كتير ارتفاعات عم بتصير وهي دي كله وهون بعدنا عم نحكي عم نحكي الاسباب العالمية بعد ما حكينا الاسباب المحلية نحنا ما ننسى انه من سنة ونص كانت درار جمره 1500 ليرة رجعت لعلى الـ 15000 45000 60000 89000 بفترة خمسة شهر ما ننسى انه من سنتين كان في دعم بغض النظر ان الدعم بس انه كان مثلا من فترة كانت تنكة البنزين بـ 40000 ليرة طبعا كانت دولار غير بس انه كانت اقل بكتير من قيمتها الفعلية ما ننسى انه الطبابة كانت ارخص ما ننسى انه في كتير امور كانت ارخص كلها هيدا ارتفعت وبالتالي ما فينا نقول بس المواد الغذائية ارتفعت من شناك لما نحكي عن الـ consumer price index والاحصاء المركزي وهيدا معلومات موجودة على الويب سايت cas.gov.lb في اي شخص يقدر يدخل علي ويشوفها ونحن طبعا من امن بهالشي اولا هيدا من مركز من مصدر رسمي ونحن من موسوك وبالتالي لما نجي نتطلع على اخر بياني اللي طلع عن شهر ماي من هدي السنة المقارنة مع سنة سنة لورا بيحط الويب سايت هيدا انه الارتفاع العام العام هو خمسين بالمية لكن اذا نطلع بالمواد الغذائية لحالة هي ثلاثين بالمية يعني المواد الغذائية ارتفعت اقل اقل من الصحة الاستشفال لما نجي لغير امور لما نجي مثلا على المحروقات والصحة يعني حتى هنه مفصلين مثلا بيقولوا المساكن ماء غذاء كهرباء ومحروقات ثلاثة وستين بالمية يعني دوبل عن ارتفاع اسعار السلع لما نحكي عن الصحة الصحة 46% وهون عم نحكي ياريت في ضماني قدري يفيد نحن يمكن عم ندفع للضمان وهلأ صارت كمان على تسعة واثمينة ألف وخمسة على تسعة واثمينة بينما الخدمة بعد على ألف وخمسة وبعد على ألف وخمسة وهي دعك الحال كل الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الخاصة وكلهم اليوم رفعوا الصوت انه نحن ما فينا نحن ندفع على تسعة واثمين ألف وشي وما ناخد خدمة بالمؤابر بعد فيه أكتر من هيك إذا بتطلع بالتعليم التعليم خمسمية وتسعة وثمينة ألف وهلأ السنة رح يطلع أكتر لأنه فيه مدارس خاصة زادت مية بالمية ومية وعشرة بالمية وما نجي نطلع بكل هالأمور عندنا ارتفاعات كتير كبيرة وبالتالي لما نجي نقول أن المواد الغذائية ارتفع تلتين بالمية أنا بعتبر إذا مزبوط هالحد يعني طبعا هالرقم مزبوط بس إذا نحن لحظنا بالسوق ارتفاع تلتين بالمية هذا أكثر من مبرر ليش؟ لأنه نحن لما طلع الدولار الجمرك أجرينا دراسة فرجينا تأثير كل سلعة بسلعتها على حسب نسبة الجمرك طبعا قديش؟ مع العلم قالوا أنه هن حيدوا المواد الغذائية مش مزبوطة الحكي صراحة أولا المواد الغذائية صحيح قسم منه ما بيدفع جمرك يلي هي الأساسية رز وسكر وحبوب لكن كل الباقي بيدفع يعني مثلا الجبن بتدفع بين 15 و 25% المعلبات معلبات الخضار تدفع 35% بعدين ما إيش مزبوط أنه بتدفع 0% لأنه كل الأصناف حسب موازنة سنة 2022 كل الأصناف يلي مع فيه يلي بتدفع تفاقه حط عليها رسم نوع 3% زيادة وبالتالي بالحد الأدنى من عدى الأصناف يلي ما بتدفع تفاقه هي كتير قليلة كله بيدفع الأقل شيء 3% وهذه 3% من سنة ونص كانت تنحسب على ألف وخمسة هلأ عم تنحسب على سعر السوق وبالتالي فيه تأثير وهون لما عملنا دراسة فرجينا أنه الارتفاعات قد تصل إلى 20% هاي دي من ناحية لها منرجع لما إجت أزمة البحر الأحمر كمان أجرينا دراسة تانية وفرجينا تأثير ارتفاع السلع على الأصناف التي تورد من الشرق الأقصى لاني شما نقول أنه بعدها جاي من أمريكا لازم تغلى بس نحن مثلا نعتبر 72% من الرز طبعا يجي من الشرق الأقصى إن كان من الصين أو من الهند كان يجي من أوكرانيا الرز كان يجي من إيطاليا من إيطاليا وبعده بيجي بس بكميات أقل أكتر الرز وهذه كمان نحن الأرقام نلاقيها بالويب سايت طبعا الجماريك نحن مش عم نقلف من عنا كلها أرقام موجودة وموثقة من إدارة الجماريك أو من ميزارة الجماريك وبالتالي كل هالأمور رفعت رفعت النسبة فلما نقول نحن ارتفاع 30% هذه ارتفاعات مبررة ما في شك أنه المواطن اللبناني عم ينزح تحت هالوطأ هالوطأ بس كمان نحن كشركات وكمؤسسات صحيح أنه يمكن كلفتنا للصنف زاد لكن كمان كلفتنا التشغلية زادت لأنه لما نقول المحروقات زادت يعني مصروف النقل عنا زاد مصروف توزيع البدائع زاد لما نقول الطبابة زادت نحن كمان لما ندفع لموظفينا هم ندفع ضمان اجتماعي وفي كتير شركات هم تدفع تأمين خاص كمان هيدا زادت لما نقول المدارس زادت كمان الشركات معظم الشركات بتساهم المنح مدرسية المنح مدرسية فوق المنح اللي اللي مشبورة هي بالقانون انه تقدمه ويلي صارت قليلة كتير نسبة لأي شي فمعظم الشركات ان كانت شركة عند 3 اربع موظفين وده قد ديف عليا كمان التأمين لانه اليوم التأمين صار خصوصا بالشحن اليوم صار لانه صار نحن بحالة حرب لانه نحن تأمين الحرب مؤسساتنا بتأمين غير تأمين البحر البحر من أمن تأمين حرب يعني من أمن على مستودعاتنا تأمين حرب وهالسنة البريم زادت دوبل على على كيمة تغطيئية أقل وبالتالي كأنها زادت أربع مرات يعني التاجري اللي عنده مستودعات موزعة بكل المناطق البنانية وانت بتعرف انه لو صار حرب شاملة ما بق في منطقة بمعزل عن منطقة تانية وبالتالي لما يكون في عندي كل هالأخبار اللي بتجي يوميا طبما كمان هاي دي كلها عم بتأثر على كلافنا التشغيلية وبالتالي مش بس في ارتفاع سلعة البضاعي اللي هي تأثرت من النتائج العالمية في عنا كمان عوامل محلية محلية مصاريف أي مواطن لأنه بالفراش ما هيك وقد عم بطلع بالفراش ما بقى في شي مش بالفراش ولا حتى شي باللبناني صار كله بالدولار بس أنا بدي اسألك مدام ربكة أي شخص يشوف قديش ارتفعت كلفته اليومية من من اشتراك مطار من تأمين لأله من طبابة من أي شي وبالتالي هالأمور عم بتكون كلها عم تراكم على بعضها يعني حتى السلعة اللبنانية خلني أحكي عن الماء المعبقة صارت اليوم الجلوم بـ 300 ألف يعني كمان عم يطلع من 6 ألف وصلنا لـ 300 ألف بس أنا يعني هيدا منه مستورد يعني هيدا مختلفنا بس هو لأقلك شغلي مدام نحنا دايما لحد ديت أشعار آخر نحنا بعدنا في اقتصاد حر إيه إن شاء الله بنبقى اقتصاد حر ونحنا نعول نعول نحنا على عامل المنافسة وأنا بأكدلك يعني طبعا أوقات البوست على السوشال ميديا بتحكي غير بس إنه في 20 ألف نقطة باع بلبنان بأي شارع على قليلة في دكانات والناس تعبت يعني ما حدا بيقدر يرفع أسعاره جزافا عم يرفع سعره لأنه كلفته عم بتزيد وإذا غلى أكتر منها إذا أي شخص جاره بالبنائي اللي بده ينزل يشرب من عنده لما يشوفه غالي حيروح حال مطرح تاني حال مطرح تاني هلأ ما في شك إنه لا يعني أكيد في تجاوزات في بعض المحلات لكن لنحكي بالمطلع لما نجي نقول وين وزارة الاقتصاد معامة رائب في وزارة الاقتصاد أنا أبأكد لك عم يعملوا جهدهم وحتى لو كنا بأحسن الأوضاع يعني إذا بتحكي بلدان مثل بأوروبا اللي ما عندهم أزمة اقتصادية ما بعتقد أن مراقبين وزارة الاقتصاد بيروحوا على محل ومحل لي رائبوا دائما منعول على نسبة المنافسة وعلى كمان أي شخص عاقل أي شخص تاجر أو 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 موزع أو أو سوبر ماركت عاقل إذا هو بده يغلي أسعاره جزافا ما هيقدر يبيع وبالتالي بيكون خطأ تجاري أنه يغلي أكتر من كلفته بكتير هلأ ظل في قصة العرض والطلب بتقليلي بالصيفير تفعية الأسعار للأسف هلأ مثلا في عرض أكتر هلأ لأنه عنا عنا كتير في مثلا هلأ غير عنا نحكي عن البضاع المستوردة لما تقول بضاع المحلية دائما مثلا الخضار والفواكه بيصير علي طلب كتير طبعا نحن لما نحكي مواسم الصيف مواسم الصيف شو بيزيد بيزيد الأكل الطازج يعني عم نحكي لحوم طبعا طازج أو مبرد يعني بس أنه عم نحكي الفراش عم نحكي لحوم دجاج عم نحكي خضار فواكه عم نحكي مشروبات ومشروبات يعني مشروبات ومشروبات روحية غزية وروحية هاي دي لأكتر شي بتشتغل بالصيف يعني ما بعتقد أنه بيصير في طلب كتير على الفصولة وعلى الرز ما بيصير في كتير طلب على التونة أكتر ما أنه بيصير في طلب على الخس والخضرة والجزر والأرقيلة مصدر أول الأرقيلة برغب هيدول أمور هيدول أمور ما في شك أنه إذا مناخد العرض والطلب يمكن يصير عليها غلاء بس كمان ما لازم دايما مناخد الموضوع من الناحية السلبية لأنه أنا أبأكد لك مثلا الصيفية الماضية صيفية الثلاثة وعشرين كانت صيفية منيحة ونحنا حلاحظنا عنها بارتياح عام عند المواطنين كلهم بنسبة البداعي اللي عم يشتروها لأنه تعرفين إحنا مرأنا بسنين حرب وبسنين دعم وكان في بداعة مش مظبوطة وكان في بداعة حتى شفنا بداعة بالسوق ما كنا ولا مرة شايفينا هلأ عم نرجع نلاقي أي شخص بفوت على السوبر ماركت عم يرجع يلاقي البداعة اللي تعود علي ويلي هي بداعة ذات جودة نحنا عنا بنقابة المستوردين دايما نعمل جهدنا بكل ظرف نفتش على المصادر يلي بتتناسب مع الواقع نحضر معارض إن كان كمستوردين أو حتى المصدرين اللبنانيين بيروحوا على المعارض العالمية اللي يعرضوا أصنافهم ويشوفوا شو فيه ومنجيب الأصناف يلي بتناسب وأهم شي عنا تكون في جودة وهنا أنا بعول على شغلي دايما الفرق بين الاقتصاد الشرعي والاقتصاد الأسود التاني إن كان من ناحية التهريب أو من ناحية عدم جودة أو من ناحية عدم الرقابة نحنا منصر كتير إنه يكون فيه رقابة بالمنشأ بس كمان هون كتير عنا مصاعب نحنا على المرافق من الإضراب طبع الكتاع العام من عدم انتظام نزول المراقبين مع أنه نحنا فينا نقول عم ينزلوا وكل شيء وعم يعملوا جهدون لكن بيوتيرة غير كافية لإنسياب البضائع نحنا من بعد هالفاصل حكمنا نحكي شوي عن الاستيراد إذا خف منكمل معك ميسو هاني بحصلي بعد هالفاصل منتابع الحل عنا عبر الام تي في مع الأستاذ طبعا هاني بحصلي اللي هو رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان حكينا شوي عن المبرر وغير المبرر بحكي شوي عن نسبة الاستيراد اليوم نحنا استرنا منفتخر بصناعات لبنانية ما كانت هلأ في استثمارات جديدة هكي بيّنوا بهالعشر سنين الماضية خصوصا بالخمس سنين الماضية ما بعف إذا هالشي بيأثر أو ما بيأثر على استيراد هذه المواد بيخفف مثلا من الفطورة اللي خلينا نقول اللي نظهر الفراش مع أنه فيه مستلزمات نحنا لابد أنه نشتريها معنا ياها في لبنان لبعض الصناعات عم بيحكي الغذائية نعم شوف لا قللك ما في شك أنه بالأزمة ومع كورونا ومع كل الأمور صار فيه تطور كتير كبير ومرحب فيه للصناعات الغذائية اللبنانية ولحظنا حسب هلأ أن الصناعيين بيعطوكي أرقام أكتر ولحظنا أنه لما تروحي على الراف صار تتلاقي أصناف ذات جودة عالية هلأ ما في شك أنا بأكد أن الصناعات اللبنانية عم نحكي الدرجة أولى من أعلى الدرجات ما في شك أنه عم يطلع أوقات كتير مصانع صغيرة أو أشياء ما فينا كتير نحكي فيها يعني لكن لما نحكي بالصناعات عامة عم نحكي بمستوى كتير كبير حتى تصديرهم يعني عبروا على أكتر من 35 دولة بالعالم يعني معناته عنده الجودة بقى هيدا شي مرحب فيها لأن إحنا إذا بنحكي اقتصاديا وعم نحكي بين حاجتنا للدولارات وهالشي بدنا نحكي من غير بالمقابل لأن أغلبية صناعاتنا الغذائية مواد الأولية مستوردة هذا اللي عم يحكي وهي هيدا هلأ ما في شك نحنا لازم يكون عنا صناعات لأنه نستفيد من القيمة المضافة بين شو عم تقدر تحطي كلفة بضائع اللي عم تستوردية عم تعطي قيمة مضافة لترجع تصدرية بس قداش مش شو بحصل يعني بأثر عليكم التهريب هلا ما هيدا هي يعني اليوم في كتير أشياء مهربة في الأسواق يعني بتطلع نعرف المهرب من غير المهرب يعني هيدا هي دائما فيه التقليد والتهريب تقليد وتهريب التقليد طبعا بينكشف بينكشف ضغر قدامه يعني بينكشف قدامه لأنه بتبين إذا البطاعة مقلدة بيكون الغلط لكن هي مشكلتها أنه فيه كتير ناس بيقعوا غلط وبيقدروا يشرب ضغر مقلدة وهيدا من خاف أساسا من أنه ما تكون صحية أو ما تكون أو تكون من ديت صلحية بغيره صحية هلا لما نجي للتهريب هيدا مشكلة كتير كبيرة كل الناس بتداول عنها والتهريب مش تبروري بس أنه تمر إبضاعة عن حدود غير شرعية فيها تكون بعدم بفولف ديكليريشن عم تحكي أنه مثلا حدا بيصرح شي بس بيكون حقق شي تاني هيدا مشكلتها وين مشكلتها أنه بغض النظر أنه كمان عم تخفف على مداخيل الدولة لأنه عم تدخل ببنود مختلفة بس كمان بعض مننا يمكن ما عم يمرق على الفحوصات الصحية وبالتالي هيدا بتخفف وهيدا صراحة مشكلة كتير كبيرة صعب وجود حل هو الحل الوحيد بهالشي لما عم نحكي بالمطلق هو عندما تستتب قوة الدولة وتقدر إن شاء الله تضبط حدودها وتضبط إداراتها بطريقة أنه أي شخص هلأ فيه جهود كتير كبيرة عم بتصير بوزارة الاقتصاد وبالوزارات التانية من تعديل قانون حماية المستهلك وفرض غرامات أكبر بكتير بغض النظر أنه فيه خلاف بيننا وبينهم على كيفية أمور هالشي يعني نحنا أكيد مع أن يكون فيه رقابة أشد لكن كمان ما يقصوا له رأسه للواحد ويكون هو يعني منه مزنب لازم يكون عنده حق الدفاع فيه بعض البنود بالقانون الحالي المجدد يعني بده شغل لكن كمان أنا أبأكد لك أنه بالوزارات عم بيكون فيه تجاوب بينهم وبين انقطاع لأنه مش مسموح اليوم نلاقي مواد منتهية الصلاحية بكميات ببعض المناطق عم تنبا يعني كمان هيدا يعني مواد غزائية ما بنلعب فيها بالمتالي تسأليني شو الحال صراحة كتير صعب يعني نحنا طبعا كقطاع خاص بالحال مش عنا ما عنا حال عنكم لكن يعني نحنا نأمل لأنه بالآخر فينا نوصل لها محال أنه نأمل أنه الدولة تستعيد قسم من قدراتها على قليل بما يخص أمن الناس وأمن الغزائية ونحن لما نحكي أمن الغزائية دائما نجدد أمن الغزائية مش بس صحة الغزائية أنه تكون لبضاعة منيحة أمن الغزائية هو دائما له ثلاثة عناصر لازم نعرف كيف بناء نحافظ علي كيف بناء بالمستودعات وأكتر من هيك هو أمن الغزائية ثلاثة عناصر نعم هو بيسموه وجود الغزاء الوصول إلى الغزاء وصحة الغزاء وصحة الغزاء وجود الغزاء أنه إمكانياتنا نحن كمستوردين أنه نقدر نستورد أو الصناعي أنه يصنع يكون في دولارات كفاية يكون في اقتصاد شغل يكون البور شغال هيدا كلها أي عنصر من هالعناصر بعدين توصل على الوقت خصوصا يعني إذا صار تأخير أكتر على البور إديش كمان فيه خسائر وإدي حكينا فيها بالتأخير مع أنه مثل ما قلت مستو بحصة لأنه الدولة اللبنانية عم تستوفي أكتر من اللازم من درائب ورسوم بمركية وغيره كل هالأمور كلها حتى كمان ما توصل السلعة بوقت وما تتسهل بوقت كتير نحن عم نتعذب بهالأمور وعم يصير فيه كتير تأخير والأرضية طبعا المرفق تبه مثلا الدولة بتشتغل بأيام العمل بس مرفق بيروت بيشرج يوميا حتى أيام السبت والأحد وبالتالي إذا صار فيه تأخير إذا وصلت لتبضع نهار جمعة ومراكب الوزارة ما بيجي غير نهار التلاتة يعني بتنتر للتلاتة بس أنتوا عم تدفعه الأرضية بس عم تتأثر سلامة المواد غذائية لا هلأ هون لنحكي أنه بمرفق بيروت وبالتأخير يلي عم بيسير بسبب البحر الأحمل بمرفق بيروت طالما طبعا في البضاعة اللي بتجي بكونتينيرات عادة ما في تأثير علي البضاعة المبردة عم بيكون في كهرباء متواصلة يعني ما لازم يكون في خوف بالأحوال الطبيعية لأن احنا صار معنا أيام لما كان في كتير تأخيرات لما صار في انقطاع بالكهرباء هلأ تحسن الوضع قدرت هلأ الأمور ماشي إذا بديك باللتي هي ماشي ماشي مش هنالك ما لازم كتير ينشغل باله المواطن على ست نوعية والقيمة الصحية لكن في التأثير على الكلفة بالآخر الكلفة حترد على المواطن على المستهلك لا ترد على المستهلك وبأي حال وبالتالي أي تأخير صحيح حتأثر على التاجر بس بالآخر حتأجر حتأثر على المواطن وبالتالي أي وقت أنت فيك تشيله من هالأسباب أي وقت بتكون عم تخففة على عاطق المواطن وهي دي برجع بقلك بالإطار العام الحلول الجزئية تنفع جزئيا ولا تنفع جزئيا هو لما يكون فيه وضع عام مثل أي بلد تاني هنيك لما إذا صار فيه تأثير ساعته فيه محاسبة بس هلأ بالوقت الحاضر أنا بأكد أنه كل القطاع الخاص إن كان صناعيين أو تجار مستوردين أو صناعيين محليين أو أي شيء عم بيعانوا كتير من الأزمة الحالية إن كان من طباطق في الإدارات العامة يعني تاني خلي حدا يقدر يسجل سيارة خلي قدر حدا يقدر يعمل رخصة لو بده يعمل مصنع لأنه عندكم كمان شحنات أنتوا المبرد يلي بتنقل المواد غزائية لأن مشكلة بتنقل بدون ما تكون في تبريد بس بده تبريد بده تبريد صحيح بقى ما نحكي عن كلفة الطاقة ولو حتى الشركات أغلبية طاقة الشمسية قدرت خففت ما عندي أرقام صراحة بس خففت كتير وقدرت تساعد إنه تعمل هالشي وهذا شيء منيح لكن بعدنا يعني أي شخص حضرتك نحن أيوة يشوف فيتورة الكهرباء اللي عم تجي وقدي عم تجي الكهرباء الكهرباء غلية أضعاف وأساساً بيني هون بالأرقام يكفينا رسم التأهيل بس هيداً اللي نحن دافعين وقت الشديد الساعة هلأني هبط على العالم أكتر ما عم تصرف كهرباء أضعاف عم بيكون اشتراق أوقات يعني المواطن كل واحد عنده فيتورتين فيتورة كهرباء هي أكتر من الكهرباء طب هادي بالآخر كلها بتأثر على المواطن وبتأثر علينا كقطاع خاص كمستوردين يلي بالآخر هتأثر على التفيع على الأسعار مشانيك لنرجع على الأول وبيرجع أكيد المستهلك هو هادي هي بدأ تصير هي بدأ يصير هيك اليوم مش بحصل يعني نحن هلأ بعز الصيف وبالرغم من الحرب بالجنوب للأسف يعني أنا هون من حي أهيري الجنوب كمان بتتصور أنه ممكن يخف الاستيراد يوما ما ولا بعضنا بوتيرة الحمد لله يعني إلى حد ما مثل ما قلت ببداية هالحل أنه عم يتأمن تقريبا رجع يتأمن كل المستلزمات تعودوا عليها اللبنانيين أساسا إذا مناخد نسبة الاستيراد هلأ مع أنه إدارة الجمارك عطيت يعني معنا أرقام توقف الأرقام بديسمبر من السن الماضي وبالتالي هالسبع تشهر اللي مرهوا معنا ما في أرقام ما في أرقام بعد ونحن نحث صراحة إدارة الجمارك أنه تنشر هذه الأرقام لكن الأرقام لحديت هديك السنة كنا بمعدل إذا مننا غلطان 18 أو 19 مليار دولار اللي هي قريبة كتير من أرام 2019 وبالتالي في حركة هلأ صحيح يمكن تغير شوي النسب يمكن مفروشات أدوات كهربائية أقل سيارات أقل وقف طبعا اليوم يعطو قروض سكن كتير من الأمور تغير صحيح وحتى قوة شرائية طبعا الناس كمان قوة شرائية صراحة فينا نقول فينا نقول يعني ما نحنا منا بأحسن حال لكن ما في شك أنه نحنا بالـ 2023 و2024 أحسن من وضع الناس بـ 2021 و2022 هذه معروفة وكنت عم قلك من شوي الصيفية الماضية كانت صيفية منيحة ونحنا حسينا بارتياح عام للناس بطريقة استهلاكهم بطريقة صرفهم على البضائع اللي رجعوا ما هو كمان التاجر بده يتأقلم مع السوق إذا هالبضائع ما بتنطلب ما بيعود يجيبها أو بيعود يصنعها لما يصير عليها طلب بيرجع بيصير يجيبها وبالتالي نحن رجعنا نجيب أصناف مع الموردين صار فيه إشكالات لأنه فيه خبرة طويلة فيه ساقة طويلة كانت يعني عمره سنين بين اللبنانيين واليوم تأثرت ولا؟ رجعت هلأ هوت شو يعني أنه أنت تشتري صنف هي هيدا عقد ثقة بين المنتج والمواطن يعني ليش واحد بيشتري علبة حليبة بيعرف شو هي ماركتها مش هي منعطي دعاية لأي حدا لما انفقدت فتش على غيره فتش على غيره بيجربه أول مرة يمكن تعجبه كي ما تعجبه بيجربه تاني مرة بيلاقي أنه لا ما كانت منيحها لما ترجع المنتج الأولاني اللي صار له سنين معود عليه هو لما واحد يصار له سنين معود عليه مش لأنه هي ماركة معروفة ما هي الماركة المعروفة اللي تكون معروفة إلى مقومات مقومات سعر مقومات كائل نوعية عند المستوردين ما سوى بحصة لأنه دايما الاستراد النوعية وبنقابتنا نحن كتير منصر على الجود الأولى ونحن الشركات اللي بتتأسس بنقابتنا هي من الشركات العريقة كلها كلها يعني عندكم فيه إلزمية الانتساب ولا اختيار لا هي نقابة يعني ما فيه إلزمية من نقابت هي وفيه غير نقابت ما تنسى يعني فيه مستوردين في الصناعات الغذائية المواشي الخضار والفواكه والأمور كلها بيجتمعوا كلهم تقريبا على مصلحة وحدة بس اللي بقولوا أنه دايما منصر على الجودة وعلى النوعية وعلى السمعة الطيبة ببعض لأنه هي أغلبية شركات قبا عن جد عاك الحال أنتو من الصباح سنة من حوالي الأسبوع ممكن شوية عملتوا بيان هيك ريحتوا فيه شوي المستهلك اللبناني صحيح لأنه كان عم بيصير فيه كتير حكي على ارتفاع الأسعار وهو طبعا الارتفاع الأسعار وارد لكن كمان حبينا نحن دايما منحط ببياناتنا منفسر قديش مدى الارتفاع حتى ما يصير فيه تجاوزات يعني حتى لما صار أزمة البحر الأحمر حددنا إطار الارتفاع بين 2 و 15% حسب السلعة وفقط من البضائع التي تأتي من الشرق الأقصى ليش هالشي حتى ما كل واحد بشدكان بضيعة يطلع على باله يطلع على باله يقول والله فيه هذا يغلي أسعاره أكيد أنا بدأشكر حضورك معنا اليوم السهاني بحسالي بدأشكر كل الأصدقاء المشاهدين يلي تابعونا وبدأي أقول دايما أنه شوفوا الصلاحية هادي كتير مهمة وبالنتيجة لبنان الحمد لله بعضهم عم نرجع نستعيد إن شاء الله عفيتنا شوي شوي بعثكم موعد الأربعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة